وللمزيد حول هذه الزيارة ينضم إلينا دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية دكتور حامد بعد تحية دعنا في المشهد أكتر وصف لنا أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت معلش يا فندم السؤال بتاع حضرتك أتساءل يا فندم عن زيارة واستقبال وزير الخارجيتي الأمريكي وأهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت دكتور حامد طبعا هي زيارة مهمة جدا لأن هذه الزيارة سبقها الكثير من الزيارات سواء لتركيا أو لرمالة أو لإسرائيل وبالتالي هذه الزيارة تسعى من خلالها القاهرة إلى توحيد المواقف الدولية بالتعاون مع شرقها الاستراتيجيين والإقليميين وباعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر دولة قادرة على الضغط على إسرائيل لوقف الحرب وبالتالي التشاور مع الجانب المصر وباعتبار أن الدولة المصرية هي رمانة الميزان والتي تسعى بكل قوة إلى إحلال السلام في المنطقة وفي الشرق الأوسط وبالتالي هي زيارة تعكس الرغبة الأمريكية المتزيدة في التعاون مع الجانب المصري للعمل وبالشكل كبير على هندسة صفقة شاملة هذه الصفقة تضي في المقام الأول إلى هدنة إنسانية ودخول كافة أول مساعدات لقطاع غزة وصولا إلى وقف شامل لإطلاق النار والعمل على أن يكون هناك سلام شامل في المنطقة باعتبار أن مصر تراهن على الدبلوماسية لحل القضية الفلسطينية وباعتبار أن الدولة المصرية هي الدولة المعنية الأولى في القضية الفلسطينية باعتبار أن القضية الفلسطينية هي قضية مصرية بانتياج وقد أكدت القيادة السياسية المصرية والرئيس السيسي مرارا ومتقرارا أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية أو حتى التهجير القفري الداخلي أو الخارجي لقطاع غزة دكتور حمد كيف ترى أن هذه الزيارة ستسهم أكثر في إدخال وإنفاذ المساعدات بالكميات الكافية لقطاع غزة لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية سؤال مهم جدا لأن هذه هي النقطة مصر تسعى وبكل قوة إلى القضاء على مخططين من إدخال المساعدات سواء مخطط التجويع أو حتى التهجير الذي تسعى إسرائيل لتنفيذه داخل قطاع غزة وبالتالي مصر على الرغم من أنها نجحت منذ اللحظة الأولى في كسر الحصار عن قطاع غزة ونجحت في إدخال المساعدات للقطاع ولكن هذه المساعدات غير كافية نتيجة تعنت الجانب الإسرائيلي الواضح في إدخال المساعدات الغزائية والإنسانية والصدية إلى كثة ربع القطاع وحتى كان فيه مواقف واضحة للدولة المصرية منذ بداية هذه الأزمة أن القاهرة لن تسمح بخروج الأجانب إلا بإدخال المساعدات وبالفعل وبالتنصيق والتشاور مع الجانب الأمريكي باعتباره شريك للدولة المصرية في كيفية إنفاذ المساعدات نجحت القاهرة في ذلك ولكن على الرغم من كل هذه الجهود المصرية إلا أن حجم المساعدات التي داخلت لقطاع غزة حتى هذه اللحظة لا تمثل إلا 3% فقط من احتياجات أكثر من 2.5 مليون مواطن وبالتالي الدولة المصرية تسعى بكل قوة إلى إدخال ما لا يقل عن ألف شاحنة يوميا حتى تتدارك الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تمر بها القطاع وأيضا الصدية والتالي تسعى القاهرة إلى هدنة هذه الهدنة تسعى دموجبها إلى إدخال وإنفاذ كافة أوجه المساعدات وهذا يتم إلا بالتنصيق مع الخارجية الأمريكية والإدارة الأمريكية باعتبارها هي لاعب مهم جدا فيها بضغط على إطلاع دكتور حامد أخيرا تعليقك على مخرجات قمة العقبة بالأمس يعني هذه القمة بتعقد فيه توقيت دقيق وحساس ومنحنى خطير بتمر بالقضية الفلسطينية يعني تأكدات واضحة لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية تأكدات واضحة على أن هناك مصار واحد وقوي وأن مصر والأردن وفلسطين على قلب رجل واحد في مواجهة التحديات المتزايدة اللي بتواجه الأمن القومي العربي تأكدات واضحة على رفض التهجير وثبات الفلسطينيين على أراضيهم هذه القمة انعكاس حقيقي لرغبة الدولة المصرية في فتح مصار دبلوماسي حقيقي يقضي إلى وجود مفاوضات حقيقية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي المتوقفة منذ العام 2014 وبالتالي مصر تتعام من خلال هذه القمة إلى تزديد دعائم القضية الفلسطينية خاصة أن القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية ليست القمة الأولى ولكنها القمة الخامسة باعتبار أن القمة الأولى عقدت في العام 2017 في البحر الميت والقمة الأخيرة عقدت في أغسطس من العام الماضي وبالتالي الدولة المصرية من خلال التنصيق والتشاور والتوافق مع الجانب الأردني وباعتبارهم هما الدول المعنية الأولى بالقضية الفلسطينية يسعيان وبكل قوة إلى تثبيت الدولة الفلسطينية والعمل على إقامتها بما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية جزيل شكر لك دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية على كل هذه التوضيحات